هذا وتحرص مملكة البحرين على استمرار السعي في تعزيز الأمن الدوائي عبر مبادرات صحية ونوعية متطورة تسهم في ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الصحية للمرضى ومحتاج العلاج كما تحرص المملكة على التأكد من مطابقة هذه الأدوية والمستلزمات الصحية للمواصفات القياسية العالمية سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين هي على رأس الأولويات المهمة التي تسعى لها المملكة لتحقيق الأهداف الصحية المتعلقة بالتنمية المستدامة ومن أهم أركان هذا الهدف هو ضمان الأمن الدوائي وهو مفهوم يشمل مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تضمن وصول الأدوية الآمنة والفعالة إلى المرضى في الوقت المناسب وبجودة عالمية عالية وتولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بمسألة الأمن الدوائي إذ تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز هذا الأمن كالرقابة على الأدوية وتطبيق الأنظمة المناسبة لترخيص وتسجيل الأدوية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية متطورة لتخزين ونقل وتوزيع الأدوية بما يضمن الحفاظ على جودتها وتسعى مملكة البحرين أيضا إلى تكثيف التعاون الدولي عبر التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن الدوائي وتأتي كل هذه المساعي والجهود لتؤكد على حرص مملكة البحرين في الاهتمام والرعاية بالمنظومة الصحية بالمملكة ورفض الخطط الوطنية لتنمية مختلف القطاعات الصحية وبالتحديد القطاع الدوائي والذي يوليه المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة أهمية خاصة بهدف الوصول إلى أعلى معدلات السلامة الدوائية بما يحقق معادلة الحفاظ على الصحة العامة في المملكة اشتركوا في القناة